انقم رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة شيخ أحمد نواف الأحمد بزيارة لعب منتخب شرطة الكويت للجودو رائد السلمان في مستشفى يونفرسل في أبوظبي حيث اطمأن النواف على صحة اللعب بعد إجرائه عملية جراحية في يده تكللت بالنجاح وذلك إثري تعرضه لكسر خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام اللعب الروسي في دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة